السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتكلم عن الشابتر الثالث اليونت الثالث في كتاب الإنشاء Writing in Paragraph اليوم راح نتكلم عن مكان مكان مناسب تذهب له طبعا هو حاتشينا عن هاي شعرات اللي راح تسويها ما نحتاج لنقض وقتنا بيها يقول تسكرايب هذه المملكة لبارنتر هل تتكلم عن المكان لبارنتر حتى تتكلم عن مكان لبارنتر هذا يقول هذا يقول هذا اليوم رايح لهذا المكان وشايف انت تناقش بي يعني احنا ما راح نستفاد من هذه راح نقرأ الان هذا البرغراف ونجاوب على الاسئلة اللي موجودة صفحة واحد وعشرين هذا هي الاسئلة طيب يقول relaxing in the beach لا تلنسى الار كابتال الكلمات ذات معنى دائما بالعنوان تكسون كابتال يعني relaxing in the beach طيب صراحة هو ان الشاطئ عندي افضل مكان مناسب الي The air is hot الهواء يكون هناك يعني حار او جو حار هناك but the water is cold لان الماء يكون دافي زوزين يعني wet and fresh كذلك يكون الهواء يعني والجو هناك الماء يكون جميل ومنعش اولا I enjoy swimming بعاني اولا استمتع بالسباحة and serving in the sea و هذه الامواج ماعرفش نسمونها يعني اللي هي لما يركبون الامواج ركوب الامواج طيب يقول when I am tired وعندما اصبح متعبا I come out and lie on the beach The sand is the soft is soft ويكون التراب يعني and white يعني The beach is nice with seagulls and children laughing طبعا يكون الشاطئ مليء بالضوضاء والاطفال الاضحكون والاخري but the pleasant noise I even like the beach smells the air smells so salty from the sea and sweet from everybody's and cream I feel peaceful and I relaxed when I'm made to relax in summer I go to the beach طيب لا نسى الآن هذه هي الجملة الختامية الجملة اللي بالبداية هاية حتان عنها اللي هي مو هاية اللي هي هادي 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 هي topic sentence هادي هي الجملة اللي بالنص هي supporting sentences اللي هي جملة الداعمة إذا لاحظوا بالبداية حتان عن الشاطئ وشلون أن الشاطئ مكان مناسب جدا وبعدين قال من أنا أذهب إلى الشاطئ ومن أنا أريد أسترخي أروح دائما إلى الشاطئ نصيحة صغيرة إذا تريد تضبط نفسك بالإنشاء أحفظ هذا الإنشاء أحفظ أحفظ مثل اسمي صراحة هذي نصيحة إلك طيب زيان يقول نحن عدنا السهلة which sentence is the topic sentence أنا برأي الشخصي أتوقعها هي الثانية إلي هي رقم 2 اللي هي رقم 2 بعدين يقول إذن راح نختار هذا رقم 2 يقول what do sentences يقول هذه الجمل الي هي ثلاثة أربعة 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 أبعة 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 أبعاً اخوان انا قبل شوية قلت وارجع النبعي شفن يعني supporting sentences جمل supporting sentences هي الجمل الساندة اللي هي راح تسند لك الموضوع مالتك اللي راح تحكي لك عن الموضوع مالتك حتى توضحه يقول طبعا هي عبارة عن جمل راح تضيف لك معلومات عن الموضوع مالتك نفسه ها يعني مو تجيب لي معلومات جديدة هي أصلا خارج الموضوع لا لازم عن نفس الموضوع وعندنا بعض الكلمات هذه الكلمات جدا مهمة تفيدنا عدنا الكتابة فمثلا عندي كلمة هذن الكلمات طبعا هذا جدولهم مرتب كلها هذه الكلمات عدنا اللوك اللي هي تخص المنظر عندنا داك عندنا جرين أخضر عندنا شاب عندي أشياء التي تخص الساونت مرتفع منخفض موسيقى عندي تخص السمال يعني الشم طبعا عندنا هذه أيضا مفردات تخص عندنا الفيل اللي هي المشاعر طبعا عندنا أيضا مجموعة ثانية هاي الكلمات أخوان هذان الجدولين نصيحة أحفظوهن حفظ جدا مهمات أقعد أحفظهن موجودات بالأخير بنهاية الكتاب تحفظهن مثل اسمك وتعرف شنه معناهن وأخوان من أقلك تعرف شنه معناهن لازم تكتب ليهها مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى لو عشرين مرة هسا واحد يقول ما عندي وقت لا والله عندك وقت بس يا أخي انت ما أتقل انت مو نفسك اللي تقلب 24 ساعة على الفيس بوك أو على التيك توك وعلى تطبيقات يا أخي خلينا نكون صريحين لا تقل لي ما عندي وقت أحفظهن على موت تطور وهالكلمات اللي تحفظهن اللي ظل تعيد بهن عشرين مرة هاليا راح تفيدك بالمواد الأخرى راح يكون عندك معاني طور نفسك يا أخي طور معانيك وكذا إحنا كليتنا نبقى مخصرين وكليتنا عندنا أخطاء وكليتنا نبقى ننسى مسألة طبيعية جدا ولكن الواحد يستمر بالحفظ صديقنا راح يفيدك حتى لو تنسى استمر ما لك علاقة حتى لو تحفظ الكلمة منها وتنساها استمر بس أهم شيء ظل تحفظ قرائيا ومو تكتب لي كلمتها مرتها تكتب لي الكلمة مرتها وتقولها أنا قاعدة أحفظ لا هذا محب الآن ننتقل الى التجميع الأفكار يعني بمعنى تجميع الأفكار يعني ظل تفكر بهذا الشيء تجمع عليه أفكار ودير بالك تسوي براينستورمين قبل لا تنام لأن إذا سويت براينستورمين قبل لا تنام انسى بعد ما راح تنام أبد طيب إذن الراينستورمين سوري هو عبارة عن تدفق الأفكار يعني شوان أخلي الأفكار تدفق أجمعها ألي هذا هو المقصود به طيب وإلى أنواع إلى ثلاثة أنواع رئيسية وأنا ذاكر لي يقول you cannot write if you don't have something to write about so before you start write good writers brainstorm ideas يقول قبل لا تسوي كل شيء انت لازم عندك فتفكرة معينة راح تكتب عنها لازم تفكر عن العنوان اللي انت اختاريته وجمع عني أفكار ولذلك يقول أولا يقول هسا راح نحشى عن الليست شني يعني هي أحدى طرق تجميع الأفكار شني يعني هي وحدة من طرق البراينستورم وهي عبارة عن وهي عبارة عن تجميع الأفكار إذن هي عبارة عن تجميع الأفكار يسمونها الليست وراح نشوف شني يعني خطواتها هي الليست يعني عبارة عن قائمة أخوان أنا عندها هاي القائمة أريد أكتب إنشاء فأنا راح أجي أسطر شك معلومة أو شك كفة فكرة تخترب بالي أكتبها هنا وراح أكتب عن الحاليدي عن ريلاكس عن السف وهي شغلات راح أكتب شك يخترب بالي يخص البيتش راح أكتب عن مثلا دا أكتب عن الجامعة شك شك يخترب بالي راح أكتب عن الجامعة التخصص مالتي أقول مثلا خلينا نقول أنا أريد أختار مادة راح أكتب إنشاء عن اختيار يعني دراستي شن راح أدرس أكتب لغة انجليزية رياضيات فيزياء كيميا وإلى آخره من هذه الأمور وبعدين أجأ أكتب عن إنشاء هاي طريقة يسمونها اللست هاي طريقة اللي يسمونها اللست هو ذاكر لهم الخطوات وذن أنا أنصح تقرون يقول أول أن يستخدم مرقة فارغة يقول أكتب لي فوق العنوان بعدين شي يقول يقول write down as many ideas as you can about شك وفكرة تختار ببالك مثل ما ذكرت لك راح تكتب ها هنا وهي طريقة اللست حلو بعدين شي يقول write down as many عفوا write a single word حتى إذا كانت عندك كلمات أو عبارات أو جمل تختار ببالك اكتب لا تخاف ظل يكتب بعدين شي يقول write down every idea that comes to you and don't worry about whether the ideas are good ولا تهتم سواء إذا كانت الفكرة صحة أو خطأ لأن ورها راح يكون تعدي طيب يقول ورها ش راح تسوي يقول underline the good ideas ها أحسن الخطأ وش راح يصير ورها راح محدد للشغلات اللي عجبتنا هاي الفكرة الحلوة برا ما كملت هاي الفكرة حلوة وأحذف الشغلات اللي ما عجبتني هاي هاي الطريقة هاي تسوي يعني أحذف الشغلات اللي هي ما عجبتني طيب هنا شي قول يقول اختار موضوع واكتب عنه مثلا خلينا نقول مكان مناسب للزيارة المكان المناسب اللي راح اختار للزيارة خلينا نقول يسيدي راح نختار بغداد طيب بغداد معروفة وكل الناس معروفة أنا راح شك الشي يختار بالي عن بغداد راح اكتب عنه راح اكتب العطعمة اللي موجودة بغداد اكتب شارع المتنبي اكتب النوب مثلا أبو جعفر المنصور اللي أسسها شك وش سالفة بدون يعني صراحة صراحة فس جاب أبو جعفر المنصور جاب على بغداد اي نعم اكتب حتى اكتب نهر دجلة نهر الفرات حتى نهر الفرات اكتب وبعدين راح تجي لا نهر الفرات الجاب على بغداد نهر دجلة هو نهر الفرات مثلا اكتب شك شي يختار بالي شك شي يختار بالي ملعب الشعب اكتب عادي شك شي يختار بالك عن بغداد اكتب وبعدين راح تعدل تحذف هاي الشغلات اللي ما تريدها وتبجي بعدين انت اللي شغلات اللي ما تريدها وتأشر الشغلات اللي عجبتك واللي حلوة وتستخدم من هاي الصفات اللي احنا اخذناها وترتب انشاءك وخلص امورك مية مية بس انت راح تتواجه صعوبة راح تواجه اخطاء ولكن انا المعرف موجود تتواصل ويايا بس اكون فاضي اجاوبك وتبشر يعني اتمنى من عندك تحملني صحيح راح اتاخر عليك بس راح اجاوبك بس انا اريدك كاتب انشاء مو تجيني تريد نكتب لك انشاء ترى اذا تريد نكتب انشاء بس ترسل ناحي وارك لي قدام انا ما اكتب انشاء انشاء ما اكتب انت اللي تكتب وتجهزة وانا اقول لك هاي صحة وهاي خطأ يا اخي حاول يا اخي حاول اشبيك شل المخاوفك اكتب عسا ما خطأت شل وراك اخي اكتب مارك علامة توكل على الله